بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله الآن نكمل آخر جزء في التصنيف وآخر جزء في التصنيف خاص بالتصنيف تبعا لشدة الاتراب التصنيف تبعا لشدة الاتراب بيبدأ معنا بحاجة مهمة وهي التصنيف تبقا للبسيط والمتوسط الشدة والشديد يعني التصنيف تبقا لشدة الاتراب عندنا ثلاث حاجات تربات سلوك بسيطة تربات سلوك متوسطة والتربات سلوك شديدة هم دمت الثلاث تصنيفات تبقا للتصنيف تبعا لشدة الاتراب طيب عندنا بقى دلوقتي الخصائص الأشخاص الذين لديهم التربات في السلوك الموضوع ده مهم جدا ولازم نهتم به وهو أول شيء في الزكاء زكاء الأشخاص ذوي التربات السلوك أول حاجة في زكاء الأشخاص ذوي التربات السلوك أنهم أقل من المتوسط مقاونة بأقونهم العاليين يعني زكاءهم لو عندنا المتوسط من 90% هم زكاءهم لا يزيد عن 90% أقل من زملاء ولكن لا يصل إلى درجة الأعاقة العقلي فبعض الأحيان يعني يطلق عليهم بطيئة علم يكون داخل الفئة دي هم التربات السلوك وهكذا طيب التحصيل التحصيل برضو أقل من أقرانهم العاليين زو التربات السلوك عندهم مشاكل في التحصيل الأكاديمي في المدرسة لو جينا الإيس تحصلهم بالاختبارات المدرسية هنلاقي إنهم عندهم مشكلة في التحصيل ومشكلة كمان إنهم أقل من أقرانهم العاليين أقل من أقرامهم أقل من أقرامهم أقل من المتوسط كمان عندهم سلوكيات خاصة بالسلوك العدواني زيادة وأنا قولت السلوك العدواني تجاهها نفسهم بتجاه الآخرين وعندهم كمان سلوك انسحابي غير قادرين على الكيام بالتفاعلات الاجتماعية بشكل صحيح وبيؤثر ذلك على انسحابهم يعني بيسبب في انسحابهم الاجتماعي من التفاعلات الاجتماعية في أحيان كتير جدا